عايزوا لكم ان المدينة اللي هيلع فيها منتخب مصر ومنتخب السعودية بتبعد عن موسكو بالطيارة 3 ساعات ونص وغير كده كمان يعني انا مثلا في القاهرة مثلا في القاهرة مثلا الساعة 5 في ماتش بقى اللي هتلاع فيه مصر والسعودية دي المدينة دي الساعة 7 يعني في نفس البلد في روسيا فيه توقيت الساعة 7 بالليل وتوقيت الساعة 5 اللي هي العاصمة موسكو فطبعا 3 ونص كأنك راح دولة تانية يعني كأنك راح من هنا لدبي مثلا ده بالنسبة لمباراة مصر والسعودية الاخيرة اللي هتقوم يوم 25 بازن الله نادي الزمالك ورئيسه المستشار المتدى مصور قال انا مش هيدحك علي بعد ما تعاقد مع بريزنتيشن وقرر انه هو وكان سعيد جدا بالمبلغ اللي حصل عليه في الرعاية والبث 400 مليون جنيه كان رقم تاريخي النادي الاهلي يوصل ل900 مليون جنيه رعاية وبس نادي الزمالك قرر يعني عدم تكملة التعاقد ويقال ان الامور يعني الامضة وكده ما تمضتش بعد ما رسي العطة زي ما بيقوله او المزايدة على بريزنتيشن وقرر انه يعمل مزايدة جديدة ونزلها في الجورنون فعلا وان نادي الزمالك لن يرضى بالرعاية والبث 400 مليون جنيه وكما يقول يعني رئيس نادي الزمالك الدوني رايحة لفين الله اعلم ولكن هنا السؤال يا جماعة هل هل خد بالكم هل نادي الزمالك ما يعمل هذا الموضوع مع بريزنتيشن اللي هي اكتر شركة قادرة على يعني دفع فلوس او وعندها سوء اعلاني كبير لكن هل ممكن رئيس نادي الزمالك يكون عنده شركة اخرى عرضت عليه مبلغ اكبر هل ممكن ده في النهاية رئيس نادي الزمالك بيبحث عن مصلحة نادي الزمالك نروح لمحمد صلاح وتصريحه يلا بينا طبعا انتم فهمتوا كل حاجة عشان كده هطلع فاصل اعلاني وارجع نبتدي حلقتنا وضيفي ماهر جنينا واطلالة جديدة على الكرة الافريقية واستعدادات منتخبات افريقيا وكل ما هو جديد عن الصفقات الافريقية واخر اخبار انتقال حداد لاعب دفاع الحسني الجديدي وزميل وليد ازارو لنادي الزمالك الدون يراحل فين هل فعلا نادي الزمالك يتكلم مع رئيس النادي هل في رغبة في انتقال اللاعب المواقع المغربية بتؤكد انتقال اللاعب خلال ايام لنادي الزمالك هنعرف كل اللي ما هو جديد مع ماهر جنينا ولكن بعد الفاصل